خبر طبعا النادي الآي وفريقنا اللي اختتمت فريق النادي الآي اللي اختتم بقيادة طبعا المدير الفني مارسل كورال استعداداته للمباراة الغد ان شاء الله امام الرجاء البيضاوي بربع نهائي دور الابطال وان شاء الله المقررة اللعبة فيها غدا على استاد الرعب استاد القاهرة الحقيقة الاستعدادات كانت على المستوى البدني الوقوف على كل التفاصيل بنتكلم على كمان الاستعداد المعنوي ده مهم جدا جدا والنهاردة الحقيقة كان فيه نوع كمان من التفاول ده مهم جدا يعني فيه نوع من التركيز لكن كمان فيه نوع من التفاول زي ما حضرتكم شايفين كل الناس في دائرة بيتكلموا مع بعض ده تمرين النهاردة بيتكلموا مع بعض كل الناس كل الناس موجودة يعني طبعا بيقروا الفتحة بداية للتدريبة ان شاء الله يا رب كل الناس يعني يبعد عنها لاصابات ويكون ان شاء الله بداية موفقة زي ما بقول لحضراتكم مارسل كولر هو رجل التفاصيل الصغيرة ومش على مستوى بس برا الملعب لا كمان على مستوى داخل الملعب كل ترتيبة صغيرة بيشتغل عليها كل صغيرة وكبيرة بيشتغل عليها داخل الملعب من طبعا نواحي فنية من نواحي تكتكية كمان على المستوى الفردي بيتعامل مع اللاعبين بشكل اكتر من رائع الحقيقة الكل عارف اهمية هذه المباراة الكل عارف اهمية مباراة بكرة ان شاء الله وزي ما بقول لحضراتكم انك عارف اهمية المباراة شايفين طبعا كل حراس المرمع بيشتغل وزي كان شناوي علي لطفي حمزة ومصطفى شبير كلهم مركزين وكلهم ان شاء الله بإذن الله يعني يكون اللي هيلعب فيه موفق بإذن الله بكرة اللاعبة كلها مركزة زي ما حضراتكم شايفين وده المهم يعني دايما ليلة المباراة شوية بتبقى كل لعيب على حسب على حسب دي طبعا فيه طقوس معينة بيقوم بها لكن التدريبات الجامعية وخاصة ليلة المباراة هي بتكون احماء شوية احماء صغير بفك العضلات شوية لو فيه جزء تكتيكي المدير الفني بيأكده فيه بعض زي ما انت شايفين يمكن فيه بعض شوية مش هويقول جزء بدلا ولكن ده جزء من الاحماء بعد الاحماء بيكون فيه شكل تكتيكي ممكن يكون فيه شكل من اشكال تأكيد على الكرات السابتة وغيرها من الحاجات اللي هيتأكد ان شاء الله عليها في مباراة بكرة النهاردة كمان يعني زي ما بتكلم على كولر بتكلم على التفاصيل كمان الصغيرة يعني انا كولر عجبني جدا فيه انه هو مهتم جدا بالتفاصيل الصغيرة ومهتم جدا جدا كمان بعملية الروتيشن عملية التدوير ما بين اللاعبين الراجل بيشتغل في بطولات كثيرة جدا جدا حتى هو على المستوى البدني بيشتغلوا بعض اللعيبة بتبقى موجودة في الجيم بعض اللعيبة بتبقى موجودة في الملعب اللي عنده اصاباته وعايز يرجع لبرنامج بتاعه وبينفزوا